طبعا على ذكر هذا الامر كان هناك واقعة أثرت حديثا كبيرا على السوشيال ميديا كومباوند في مدينة إزمير في تركيا منع سيدة تركيا مسلمة كانت ترتدي ما يسمونه بالبركيني من النزول لحمامات السباحة ثم بعد ذلك تقدمت هي ببلاغ والآن وضعوا قانون وقرار من السلطات الأمنية في تركيا بأنه سيعاقب بالسجن كل من يمنع أي محجبة من نزول حمام السباحة وفقا لهذه الواقعة التي حدثت داخل تركيا بماذا تعلق على هذه الواقعة وعلى موقف السلطات منها الأصل هذا النظام هنا هو نظام علماني لكن علماني محافظ فيها أن علمانية متطرفة زي فرنسا وفيها أن علمانية محافظة زي الحكم هنا في تركيا فالعلمانية المحافظة تقول لك الذي يصير متدين ويتحجب ويصلي توكل على الله واللي بده يفلت زي البكين ومعرفيش اسمه هذا فيفلت حقيقة يعني الآن الدولة التركية تطبق النظام العلماني الذي تؤمن به فلذلك نعم المحجبة ما مفروض عليها يعني ما يجب أن تضايق ولذلك العلمانية المتطرفة هؤلاء المتطرفين الغلو يعني دائما يتهم المسلمين إرهابيين لا والله أنتم إرهابيين اللي تمنعون الحجاب أنتم أكبر إرهابيين الحجاب على الأقل هو أمر إلهي أما فسوقكم وعريكم وخموركم ومخدراتكم انحراف عن الفطرة الإنسانية من كنت مسلم ولا غير مسلم العري هذا اللي نراه هو بالأصل سلوك حيواني في الغابة بالغابات مش لحوه العرات بالزلط مخدرات هل هي حالة بشرية يعني هي هي انحراف بشري عن الفطرة فلذلك نحن ندعو الحقيقة المسلمين أفرادا وجماعات إلى تمسك بدين الله عز وجل وأن تطالبوا كل أهل القرار بتطبيق شريعة الله عز وجل مطالبة جدية حقيقية لأن لا سعادة للإنسان إلا الإنسان المسلم وغير المسلم والله أقسم أن غير المسلم سيسعد مثل ومثل المسلم في ظل دولة الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر